النهاردة وصل النجم العالمي محمد صلاح قائد المنتخب الوطني للانضمام بكرة لمعسكر المنتخب الوطني المقام من أيام استعدادا لمبارتي غينيا الاستوائية وإثيوبيا غينيا الاستوائية هيكون في استاد القاهرة يوم 5 يونيو وإثيوبيا هتكون في ملاوي يوم 9 يونيو المقبل كان في استقبال خاص بمحمد صلاح نظمته إدارة العلاقات العامة بالتحاد الكرة ردا على من حاول من البعض ومش عايزة أتكلم فيها لأن بعتبر اللي يسيء لمحمد صلاح يعني جاهل كرويا يعني ده بس التعبير اللي أنا بحاول أبسط به الأمور والممكن يسيء لمحمد صلاح ممكن يبقى عنده خلل في قواه العقلية من ناحية كلاعب كلاعب نجم لن يتكرر لجيء قبله ولا هيجي بعده تاني محمد صلاح والناس هتحس بقيمة محمد صلاح هو الناس طبعا كتير حسة ومش هتكلم على استقبال جماهير ليفر بول لي وواحد من يعني من أهم التقديرات اللي بيلقاها محمد صلاح لكن استقباله ده كان استقبال مهم جدا بعد طبعا الخسارة خسارة دوري الأبطال لكن إن محمد صلاح يتحط في مصاف مقارنة مع أي لاعب جيه في تاريخ الكرة في مصر اللي ممكن يتكلم في كده ممكن يبقى عنده زي ما قلتلك هو جاهل كرويا لأنه لا يقارن وهتحس بقيمة محمد صلاح بعد ما يعتزل وهتحس بالعمل محمد صلاح والمفروض إحنا حاسين به دلوقتي بعد ما سواء مع المنتخب الناس اللي بتقولك إنه هو ما عملش حاجة عن المنتخب هو ناقع هو عمل اللي ممكن ما عملوش لحسن شحاتها ولا الخطيب هو الصلخ لكاس العالم لو الناس هتكلم بقى ولا عمله ولا بوتريكا ولا جيل اللي خدت تلعب بطولات اللي خدت تلعب بطولات ما عرفوش يوصلوا كاس العالم فمحمد صلاح لوحده مع جيل طبعا يعني صعبي جدا لا يقارن بجيل اللي كان موجود مع حسن شحاتها اللي خدت تلعب بطولات مثلا اللي بتتكلم على منتخب مصر هو قدر يوصلك لكاس العالم في 2018 آه ممكن حصل اخفاق بعد كده لكن في النهاية هو وصلك كمان لنهاية أمم إفريقيا آه في 2021 آه في البطولة الأخيرة ففكرة انك انت ممكن ييجي في ذهنك ان محمد صلاح ممكن تقارنه بأي لاعب جي قبل كده أو هيجي بعد كده في الكرة مصر أو في إفريقيا يبقى انت آه ما تعرفش حاجة عن الكرة ويبقى انتماءاتك أو آه أمورك الشخصية أو مصالحك الشخصية هي اللي بيتوجهك والناس اللي ممكن ما تقدرش قيمة محمد صلاح دي هتعرف قيمته بعد أما هو يبطل ويعتزل وما يكونش آه يعني ربنا رب يطول آه مدته في الملاعب لأنه هو مش مجرد لاعب هو آه مجرد آه ظاهرة وظاهرة مصرية آه زيه زي وانا قلتها قبل كده زي الدكتور رحمد زويد زي الدكتور مجدي أعقوب زي الأسماء الكبيرة اللي ما تكررتش ومش هتتكرر آه في مجالها فمحمد صلاح النهاردة وصل آه لمصر وحينضم بكرة لمعسكر المنتخب الوطني